الواحد وهو بيقرأ أخبار الغلاء في مصر ونقص بعض السلع المهمة زي الرز بيستغرب أن الناس لسه مش قادرة تلاحق الزمن وتكيف نفسها على الأوضاع الجديدة وتلقط عبقرية سادة المشير السيسي يعني مثلاً ليه بدل ما نكون رز وعيش بيتعامل بالأمح وطبيخ لازم له بصل ليه ما نكونش برتقان ده حتى مفيده مليان ميا ويخلي وش المواطن مورد زي ساتة ريس بدل ما المواطن بسفر كده وعدمان يعني إيه كلام ده وإيه حوار برتقان ده أهيبنا نشوف بعيداً عن التهريج يعني وموضوع أن إحنا نسيبنا من الأكل ونقضيها برتقان لأنك أساساً مش هتلاقي برتقان عشان الأولوية للتصدير مش ليك والأهم من ده كله أن فيه مصيبة اقتصادية وزراعية في مصر أغلبنا مش مركز معها من كتر الهم والأزمات المصيبة دي عنوانها البرتقان وجنب البرتقان الدولار كالعادة وخلونا نحكي الحكاية من أول فاكرين لما سيسي تريق علينا قبل كده وقال إننا شعب تخين وطلع وقتها أعداء التطور والتقدم اللي بيعملوا سيادته وقالوا إن سبب التخن ده هو إن المصريين ظروفهم الاقتصادية صعبة والنظام مضيئة عليهم بالتالي محرومين من البروتين فبيعوضوا ده بأكل فينا شويات كتير طبعاً التفسير ده صح جدا أنت بتقدر تمشي كده بتقدر تمشي كده بتقدر تطع السلم كده أنا أتكلم على شباب مش على ناس كبار في السن سبعين ولا ستين ولا بتقدر فإحنا أنا قلت اللوحة دي تتحدد منكم عشان ده مؤشر جامد قوي إن إحنا نقول إن إحنا عندنا فقط اللي وزنه طبيعي فمدون خمسة عشية في المية طبقوا الباقي يا فوق الوزن يا سنة مفرطة يا سنة ده كلام عشان كده من أيام مبارك كانت الحكومات دايماً بتهرب من توفير البروتين بشكل كبير في أكل المصريين وهمها الأساسي هو الأمح عشان العيش والرز والمكارونا والزيت وهكذا السياسة دي طبعاً غلط في العموم لكن فايدتها الوحيدة إن إنتاج مصر من الرز زاد وبقى بتحقق جزء كبير من الاكتفاء الزاتي منه وبعض التقارير بتقول إن مصر كان تقريباً بتوفر حوالي 80% من استهلاكها من الرز وده رقم مش وحش أي نعم إعلام السيسي كم سنة اللي فاته اشتغل الناس وقال إن أنا حققنا 100% بس ده مش حقيق الجديد بقى إن حتى الرز السيسي مستكتروا علينا محاصيل زي الرز والبطاطس وغيرها من الحاجات اللي المصريين بيأكلوا منها كتير فيها مستين الأولانية إنها بتسد جزء كبير من احتياجات الأكل بتاعتنا لأنها بتستخدم مع كذا أكل التانية إنها بتشغل الاقتصاد الزراعي ومصدر داخل لأسر كتير جداً هما المزارعين اللي بيزرعوه وأي نظام محترم في الدنيا لما بيلاقي فرصة إن يوفر داخل لو لمية أسرة ما بتأخرش الأمور مشت بالشكل ده لغاية 2018 ودي كانت السنة اللي حاجات كتير فيها تغيرت لأن السيسي بما إنه قفيل أسوف وطبيب ومزارع وخبير هندسة ورصية ما لك أنا مش عاجبني تركزنا على المحاصيل اللي زي الرز ده حتى بيتخن الشعب وأنا عاوز الشعب بتاعي رشيق وسنباتيك كرة وحلف جنب ده كانت الديون كترت ومعها إقصات وفوائد عشان المشروعات اللي فاتح بقها والسيسي مش عاوز يقفلوا وبرضو جنبي ده كانت مشاكل المياه بسبب سد النهضة بتزيد بعدما اتفاقية المبادئ اللي السيسي مضى عليها مع أسيوبيا لبستنا في الحيط وبعدما اتضح إن أبي أحمد بيحلف كدب ومش خايف من ربنا فالسيسي قال لك أنا عندي فكرة خزعبالية لولابية هنضرب بها عصفرين بحجر واحد منها نوفر مياه ومنها نزرع حاجة لها فرصة كبيرة في التصدير عشان نجيب منها دولارات الحاجة دي هي البرتقال وفي 2018 بدأ السيسي ينفس خطته وطلع قرار بتقليل زراعة الرز يا عم ده أكل أساسي عند الشعب اللي بيشوف اللحمة مرة ولا تنفس الشهر ده لو شافه لا برضو ولأول مرة يمكن في تاريخ البناء أدمين حاكم دولة يطلع قانون أو الله قانون في 2021 عشان يقلل زراعة محصول أساسي عند الشعب وكمان الدولة بتصدر منه كتير وطبعا قانون يعني عقوبة عليه خالف وفعلا السيسي فرض غرامة 10 تلاف جنيه وسجن 6 شهور على اللي يخالف ويزرع رز برا السقف اللي الدولة بتسمح بيه يعني الواحد يسمع عن دولة تعاقب اللي يخالف خطاتها لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكن إنها تسجن اللي يزرع محصول هي محتاجة دي غريبة بس طبعا مع السيسي مش هتقدر متغمط يعني المهم عشان كده بعد ما مصر كان عندها حوالي مليون وستمائة ألف فدان مزرعين رز خسرنا منهم خمسمائة ألف فدان بسبب القانون بتاع السيسي وطبعا ده مع الوقت خرب بيوت فلاحين كتير من اللي كانوا بيزرعوا رز ودول عددهم كان حوالي مليون مزارع وطبعا أغلابهم عندهم أسر وعيال بالتالي في المتوسط اتضرر من القرارات الغريبة دي حوالي 6 مليون شخص قانون السيسي كمان تسبب في أزمات الرز اللي بنعيشها كل سنة بقالنا كذا سنة دلوقتي واختصاديا بسبب القانون العبيد ده زاد استيراد مصر من الرز وفي 2019 بعد أقل من سنة على تطبيق قرار تقليل زراعة الرز استوردنا حوالي مليون طن رز وطبعا استيراد يعني هندفع دولار وإحنا محتاجينه وكل ده زود أسعار الرز على الناس وعمل فوضى واحتكار في السوق لدرجة أن أحمد موسى بذات نفسه واعترف بالأزمة ما كنتش ألاقي المهزلة اللي هي موجودة النهاردة منبارة والفترة اللي فاتت دي كلها وبعدين لما أنا بكأ لأنه عندنا بصراحة إحنا في بلد معظم الأسعار بترتفع ارتفاعات يومية غير مبررة يعني ما فيش واحد يطلع يقولك أنا رفعت إيه السبب هو كده وخلاص عجبك عجبك مش عجبك بس طبعا أحمد موسى وغيره في إعلام الدولة كانوا بيحملوا أسباب الأزمة للتجار لأن هما ما يقدروش يجيبوا سيرة أصل المشكلة كل ده كان المرحلة الأولى من الخطة في نفس الوقت السيسي اشتغل على المرحلة التانية وهي زيادة زراعة محصول عليه طلب عالمي عشان نصدره ونجيب بيه دولار ووقع اختياره على البرتقان وطبعا إحنا ممكن نقول إن التفكير ده سليم لو مش يعمل أزمات زي أزمة الرز وارتفاع أسعار وزي أزمة استهلاك البرتقان لمية زيادة وإحنا عندنا مشكلة في المية أصلا لأن فدان الرز بيستهلك في السنة حوالي 6000 متر مكعب مية في المقابل فدان البرتقان بيستهلك حوالي 7500 متر مكعب في السنة مية وعشان النظام يخنق المزارعين اللي بيزرعوا رز أكتر يعني قلل المية اللي بتروح للأراضي اللي لسه بتتزرع رز بحوالي 4 مليون متر مكعب في السنة وطبعا النقصة ده في المية ما توفرش لأنه راح للأرض الجديدة اللي بتتزرع برتقان خطة السيسي الجهنمية دي ضرارها على الزراعة في مصر ما وقفش عن دي كده لأن زراعة الرز مليها فوقت تانية منها مثلا أن الرز بيمنع تسرب أملاح البحر للأرض وزي ما احنا عارفين أغلب إنتاج الرز بيتركز في منطقة الدلتا اللي هي جنب البحر متوسط وبالصدفة يا أخي يعني شوف إزاي الدلتا أصلا بتتعرض لنحت البحر يعني بالبلد كده مية البحر بتزحف عليها بالتالي زيادة تسرب أملاح البحر لأرض الدلتا بيعرضها للبوار وتبويرها معناها أنها تتساب لنحت البحر وما تصمدش قدام يعني سيسي بدل ما يجتهد في حل الكارسة دي بيعجل بيها اللي هو لو حد ميديله فلوس عشان يعمل فينا كده مش هيشتغل بالاجتهد ده علما بأن دور محصول الرز في منع تسرب أملاح البحر للدلتا بيحمي تقريبا 3 مليون فدان مش بس الأرض اللي مزروعة رز حاجة تالتا تأكد لك أن اللي فكر في الخطة دي يا إما جاهل يا إما متأمر وهي أن محصول الرز بياخد من 4 إلى 5 شهور في الأرض وده بيخلي فيه فرصة لزراعة محصول تاني في الموسم الشتوي زي البرسين وده فايدة للفلاح وللدولة لكن محصول البرتقان بياخد لـ 12 شهر بتوع السنة وفوق ده بيعمل إجهاد للتربة يعني بعد شوية الأرض مش هينفع يتزرع فيها لرز ولا برتقان كل ده ولسه فيه مشاكل تاني بس المرة دي تخص مليك الأراضي لأن عدد مليك الأراضي اللي استفادوا من خطة السيسي لزراعة البرتقان أقل بكتير من عدد المستفيدين من زراعة الرز تحديدا نص الأراضي المزروعة برتقان في مصر بيملكها بالكتير حوالي 9% من أصحاب الأراضي الزراعية وده رقم أقل بكتير من المستفيدين من زراعة الرز يعني جنب المشاكل الزراعية والاقتصادية وتدمير الدلتا الموضوع ده بيعمل كارثة اجتماعية وبيخلق طبقة إقطاعية جديدة طلع من نظام السيسي اللي مصدعنا أنه بيعمل لصالح كل المصريين ومبينامش الليل عشانه جنب الاحتكار اللي نظام السيسي عمله في زراعة البرتقان في احتكار تاني في تصدير لأن شركات قليلة جدا هي اللي مسيطرة على التصدير يعني عددها بالكتير 10 شركات المشكلة أن كل المصايب دي مش مقنعة للنظام ورجالته اللي بيردوا على كل ده بأن مصر بيت أكبر مصدر للبرتقان في العالم وأن ده دليل على عبقرية السيسي في برنامج دعم الصادرات العمر وأن ده معناه دولارات كتير وأن مصر هتفضل أكبر مصدر للبرتقان خلال العشر سنين الجاي اللي هو قمة يعني العمة يا بني آدم بنقولك التربة بتبوز يعني ممكن سنتين ولا تلاتة وما تعرفش تزرع لبرتقان ولا رز ثانيا وزير الرأي بتاعك نفسه بيعترف أن مصر بيتقرب من مرحلة الفقر المائي وده معناه أن ممكن بعد سنة ولا اثنين ما تلاقيش مية تزرع بيها لبرتقان ولا رز برضه ثالث حاجة بقى يعني الدولارات اللي بتجيبها من تصدير البرتقان بتدفعها على استراد محاصيل تانية ساعتك واللي منها سبحان الله الرز اللي انتو قللتوا زراعته عشان البرتقان وبهو نسبة الدولارات تعالي ساعتك تمام انتو زرعتوا برتقان كتير من 2018 ودمرتوا كل المحاصيل التانية اللي احنا كمصريين غلابة بنتقود بيها زي الرز والبصل والبطاطس اللي رغم ان مصر بتنتج منهم كتير بس كلهم بقى فيهم ازمات بعد ده كله حلته ازمة الدولار الاجابة واضحة لنا طبعا بدليل ان ازمة الدولار بدأت تزيد جدا من 2018 بالزاد وفي الاخر شحتنا تاني من صندوق النقد قروض جديدة وبعد سنين من 2018 احتاجنا ان الامارات تضخ 35 مليار دولار ده غير قروض تانية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم يعني ازمة الدولار ما تحلتش لان المشكلة مش في احتياجنا للدولار المشكلة هي ان مهما ده خلنا دولارات فهي بتتصرف على السياسات غلط ومشروعات غلط وبتروح لسداد الديون اللي ورطنا فيها نفس النظام اللي قال لكل المحاصيل مع عدل برتقان نقص المحاصيل المهمة زي الرز والبصل والبطاطس عمل تهديد للامن الغذائي في مصر والامن الغذائي ده بالبلد كده يعني هو ان الدولة توفر للشعب اكله الاساسي بكميات واسعار مناسبة ويعني الناس هيفطروا ويتغدوا ويتعشوا برتقان وبعدين رغم ان مصر بيت اكبر مصدر للبرتقان في العالم ليه اسعاره بتغلى في مصر نفسه بعد كل ده ولان الحرام ما بيدومش النظام اخد ضربة محترمة في موضوع تصدير البرتقان بسبب العدوان الصهيوني على غزة لان الحوثيين زي ما شفنا واقفين في البحر الاحمر عشان يتصدوا لاي سفينة رايحة او جاية من الاحتلال بالتالي الوضع الامني بقى مؤلع وشركات الشحن البحري العالمية واقفت عبور سفنها من عند باب المندب الكلام ده خلى سحنات البرتقان المصرية اللي متصدرها لأسيا تقل جدا ونتيجة ان الحل الوحيد هو ان السفن اللي محملة برتقان تطلع من البحر المتوسط وتلف حوالين افريقيا من رأس الرجاء الصالح الطريق بقى اطول بكتير جدا وده زود الاسعار بالتالي الطلب بقى اقل ده غير ان على ما البرتقان يلف حوالين افريقيا ويوصل لأسيا بيكون باز او قرب يبوز فبتزيد خسارتك في اللي بتبع منه اصلا ده غير ان نظام التصدير لأسيا بيعتمد على ان الشركات المستوردة بتدفع جزء من السعر قبل الشحن والباقي بعد الاستلام او بعد الاستلام دي كانت بتاخده اسبوعين قبل كده دلوقتي الاسبوعين بقوا شهرين نتيجة كل اللي فات صادرات البرتقان المصري لشارع أسيا انخفضت 70% مش بقولك الحرم ما بيدومش بس استنى لسه الخوزية ما خلصتش لو انت مكان دول شارع أسيا هتعمل ايه عشان تعوض البرتقان المصري ده بالزبط كده هتدور على مصادر تاني وفعلا عندهم روسيا والصين من اكبر دول العالم في تصدير البرتقان العبقرة بتوع نظام السيسي قالوا لك طالما صادرات البرتقان بتاعنا لأسيا بتقلق يبقى نزود الكميات اللي بتتصدر لأوروبا وانا كانوا على موعد مع خزوق جديد لان اصغر عيل عارف ان زيادة المعروض بتقلل السعر وفعلا أسعار البرتقان المصري لأوروبا قالت ان هو باختصار النظام بيهرب من خزوق لخزوق تاني وخطة السيسي لزيادة البرتقان وتقليل المحاصيل التانية قلبت بكارثة علينا جوه وعلى النظام بر وده كله زي ما قلنا عشان الحرام ما بيدومش لو في خلاصة ممكن نطلع بها من حوار البرتقان والرز هتكون ان أزمات مصر مش هتتحل مش لأنها أكبر من الحل لا لأن المتصدر لحلها نظام جاهل بيفتي في كل حاجة وهو ما يعرفش أي حاجة عن أي حاجة بالتالي حتى الأفكار أو الحلول اللي بيحطها هي نفسها مشاكل وبتولد مشاكل جديدة والمشكلة بتبقى أكتر وأكبر لما تتعلق بقوة الناس وعينهم ونشوفكم على خير إن شاء الله